اشتركوا في القناة في احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغزائي الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وكذلك بهدف تقزينها وتدبير احتياطي الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد تقل التوجهات القيادة السياسية بإصراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستعدعات استراتيجية للتقزين السلع نهاردة نحن نتكلم عن دعم الدولة المصرية للأسواء وما تم من إنجاز على أرض الواقع في خلال تولي السيد عبدالفتح السيسي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية اسمح لي أقدم خلص التحية والشكر للسيد دكتور محمد هاني غنيم محافظة بنسويف على دعمه الكبير جدا لملف الأسواء في مدينة بنسويف وفي جميع نحاء المحافظة يعني لو هنتكلم على مدينة بنسويف احنا هنا تم في الفترة اللي فاتت تطوير لسوق ترعة البوصة تم تطوير سوق ترعة البوصة اللي يصبح سوق حضاري استوى بعدد كبير جدا من الباعة الجائلين وطبعا بالجهود والاشتراك مع حملات المرافق شرطة المرافق والتومين مبحث التومين طبعا المرور الأمن تم دعم سوق ترعة البوصة بفرق بتقوم بصفة دورية بعمل حملات في الشارع لدعم السوق ولنجاح التجربة والتحدي الكبير اللي موجود في الشارع فيه ملف الإشغالات خلانا كلنا نتكاتف عشان نطلع التطوير ده بصورة مشرفة كمان احنا عندنا في الفترة اللي جاية ان شاء الله هيبقى فيه تطوير فيه سوق الدهشوري سوق الدهشوري ده قبل ما نتكلم عليه هو كان سوق عشوائي يعني لوقتي بنكلم في تطوير ان ده سوق عشوائي او كان سوق فيه شارع دلوقتي بقى هيتطور للسوق حصري او حضاري لا هو سوق الدهشوري هو عبارة عن بكيات وهو سوق موجود بالفعل ليه سور وليه ابواب وليه إدارة ويتبع إدارة العسواء بالمجلس المدينة لكن هو اللي هيتم فيه سوق الدهشوري هيحصل فيه تطوير ورفع كفاءة للمحلات اللي موجودة فيه وليستوعب اكبر عدد ويبقى شكله مناسب ولعدة الواجهة الحضاري سوق متكامل ان شاء الله السوق ده متواجد فيه شارع عبدالسلام عارف في منطقة الدهشوري منطقة معروفة جدا وان شاء الله هيتم فيه تطوير بدعم من صندوق التمويل اللي هو خاضع اللي هو تابع للعشوائيات وهيتم رفع كفاءة ان شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله سوزهاني النهاردة في الزل توجهات السيدة عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية ومبادرة حياة كريمة كلمنا أكتر عن مبادرة حياة كريمة هتكون دورها ايه في دعم الأسواق في مركز وغندر بن سفيف احنا طبعا في الفترة اللي فاتت دي كلها كنا في مرحلة حصر الاحتياجات الفعلية لأهلين المواطنين في الكرة والتوابع اللي كان من ضمنها حصر الأماكن اللي محتاجة أسواق عشان تعمل فيها أسواق حضرية تم توفير الأراضي في جميع الكرة الأم لعمل أسواق عشان نحد من مشكلة الباع الجايلين في الشارع والحمد لله جهزنا الملف الخاص بتطوير الأسواق وإن شاء الله هيدرك في ملف حياة كريمة احنا عايزين برضو نتكلم الأسواق اللي تمت يعني احنا شوفنا تابعنا مع حضراتكم الفترة السابقة عن أهل الرمضان والأسواق الأطحية كلمنا أكتر عن الموضوع بيمشي ازاي وفيه تعاون بينكم من غرفة تجارية والمحافظة ولا الموضوع بيمشي ازاي هو طبعا الغرفة التجارية شريك متعاون في هذا الملف وطبعا في الفترة اللي فاتت كان عندنا أكتر من تجربة عملنا في حضيقة النصر معرض لاستقبال المدارس في بداية العام الدراسي بعدها كان في نفس المعرض استمر معنا حتى احتفالات اكتوبر بعد احتفالات اكتوبر اشتغلنا كمان على معرض أهل الرمضان في استقبال شهر رمضان اشتغلنا مع بعض في استقبال العيد في معرض أهل بالعيد وامتد المعرض لحد انتهاء عيد الأطحى المبارك وكان طبعا فيه دعم كبير جدا من الغرفة التجارية ومدرية التموين والوحدة الاقتصادية في المحافظة السيد المحافظ يعني تفضل بتفقد المعرض أكتر من مرة وافتتاحه كان فيه ميزة تنافسية في المعرض في الأسعار وفيه توفر السلع والمنتجات المعروضة ونال استحسان المواطن فيه جميع القطاعات يعني كان بيمثل فيه قطاع كبير في الملابس وقطاع كبير في الأغذية يعني كان الهدف منه توفير السلع وتبع موجودة بشكل دائم كمان في الفترة بتاعة عيد الأطحى كان معمول شوادر للأضاحي وشوادر للحوم يعني كان فيه تجربة مثالية ونموذج ناجح يعني كان النموذج ناجح فيه المعرض اللي هو اللي فات متشكرين لحضرتك المشوند الثاني شكرا لحضرتكم على الحسن السماع كان معكم محمد عبدو مراسل بواب الدر شكرا لحضرتك المشوند الثاني